قد أنزلنا إليك آيات بينا برنامجكم آيات بينات أسعد بصحبتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك كما أسعد بصحبة شيخنا وأستاذنا وحبيب قلوبنا فضيلة الشيخ الدكتور زكي محمد أبو سريع أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف أهلا ومرحبا فضيلة الدكتور أهلا ومرحبا بكم وبالسادة المشاهدين شيخنا الحبيب موعدنا مع الجزء التاسع والعشرين آية سورة نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا نستمع إلى الآية الكريمة ثم نعود للتعليق عليه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا شيخنا الحبيب الاستغفار عبادة جليلة عظيمة ولها أهمية كبيرة في حياة المسلم الصادق مع ربه ولابد لكل مسلم أن يتعرف عليها على هذه العبادة وعلى أهميتها وعلى كيفيتها وعلى ثمارها يعني إثمارات الاستغفار فلذلك نحب أن نتناول هذه الآية بحث الناس على كثرة الاستغفار نعم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد مبدئيا أقول كلمة الاستغفار يطلب المغفرة من الله تبارك وتعالى طلب المغفرة من الله من الله تبارك وتعالى نعم والاستغفار في الحقيقة في جملاته قسمان أو نوعان نوعان كلمة نوعان أحسن أولا فيه استغفار التحلي والاستغفار التخلي نعم التحلي زي استغفار الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم مع أذنب وعرأي ابن الفارد يحضرني بمناسبة ابن الفارد أو نسبت للصفار للصفار النبي صلى الله عليه وسلم خالى بنفسه يوما بغض النظر هل مات من التائبين مات من غير التائبين لأشياء لا يعلمه إلا الله عز وجل نعم فخالى بنفسه ذات يوم فقال من زل لزي ما ساء قط بفكر بينه بالنفس من زل لزي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط وصمت فرد عليه الله أعلم ملك أو مؤمن من الجن الله أعلم قال له محمد الهاد البشير الذي عليه جبريل هبط فالصغفار إن كان بمعنى التحلي ففاز به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صار على نهجه خطوة بخطوة تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضل بعضي أبدا سيدنا أبي بكر والخلفاء الراشدين وكذا وكذا ده اسم الصغفار التحلي يعني اللي يرتقي درجة بعد درجة بعد درجة في الإيمان بالله عز وجل والقرب من ربه عز وجل أما التحلي وناس أصرفوا على أنفسهم في الزنوب وظنوا أن مجرد أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السماء عليكم مدراراً ومددكم بأموال وبنين واجعل لكم جناتاً واجعل لكم أنهاراً إلى آخر الهبات الربانية في هذه الصورة نعم كثير من المفسرين يقولون هذا الاستغفار استغفار تحلي وليس استغفار تخلي يعني ما لهم شي زنوب أصلاً نعم القلة اللي أمنت بسيدنا نوح على الجميع الصلاة والسلام بيستغفروا ليزدادوا في درجات الإيمان الله وبعض الكتب السير والأخبار تقول لم يسلم به في التسعمية وخمسين سنة التي قبلت طوفان إلا واحد وأربعون شخص والعزب الله التسعة كرون ونص يا الله لم يتبعه إلا واحد وأربعون شخص نعم وتسعة كرون ونص إلا ما يتبعوا لهذا العدد القليل دليل أن اتباعهم كان صادقاً وكان صحيحاً وتالي لما يقول لهم استغفر ربكم أنه كان غفاراً ليزدكم إيماناً بعد إيمان يرفع درجاتكم بعد درجات السابقة لكن الذين أصرفوا على أنفسهم في الزنوب سواء في الأمم السابقة أو في هذه الأمة القاتمة الواجب عليهم قبل أن يتلفزوا بالاستغفار يعقد النية على الشروط الأربعة ندم على ما فات والعزم على أن لا يعود وأن يستخدم نفسه في الطاعة كما استخدمها في المعصية وأن يرد المظالمة إلى أهلها إن كان مستطيع بعد ذلك إذا أراد أن يستغفر من الزنوب وتحلي يبقى يستغفر نعم أحسنتم لكن الاستغفار فاقت وفلان أو سين أو صاد مصر على بعض الكبار وما زال قائم على معصيته فلا جدوى من استغفاره أبداً بل يكون وبالاً عليه ولذلك بعض السلف الصالح رضي الله عن جميع يقول أستغفر الله توبة الكذابيين سلم يا رب بمعنى أن ناس أصرفت على أنفسها في المعاصي والكبائر واكتفى بعبارة أستغفر الله أين المظالم لا يريد أن يرد مظالم هذه الصورة للأستغفار نفسه مجرد دعوة ولا تقبر لأن من أداب الدعاء أن يكون محقاً وأن لا يأكل أموال الناس بالباطر وأن لا يتعدى على الآخرين ثم يدعو بعد ذلك بعد ذلك يدعو الدعاء والسجاب نعم شيخنا الحبيب كثر ذكر الاستغفار بالقرآن في الكرآن الكريم نعم ذكره الله تبارك وتعالى بصيغة الأمر نعم قوله تعالى واستغفر الله إن الله غفور الرحيم نعم وذكره بصيغة المتح نعم والمستغفرين بالأسحار وبالأسحار هم يستغفرون نعم وتارة يذكره أن الله يغفر لمن استغفر نعم في الآية الكريمة ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور الرحيم نعم فيه غافر الذنب وقابل التوبة الشديد العقاب وهكذا نعم فالآيات المتنوعة تثبت أن ضرء الدائرة للسغفار دائرة واسعة جداً تقبل أهل التحلي وأهل التخلي الله نعم تقبل الجميع كل واحد مننا حينما يقرأ هذه الآية أو هذه الآيات من آيات للسغفار في القرآن الكريم بينه وبين الله يستطيع أن يقول أنا من أهل التخلي وآخر يقول أنا من أهل التحلي على حسب صيلته بالله تبارك وتعالى وعدم قرأته على الله في فعل الزنوب من الناس من يصر حتى شابة قرناه ووصل إلى سنة متأخرة ومع ذلك ربنا غفور رحيم والحقوق حقوق الإخوة والأخوات في الموارس أكلها حقوق الإخوة والبنات في الموارس أكلها ومع ذلك ماسك السبحة وقول أنا استغفر الله استغفر الله لابد من رد المظالم إلى أهلها أولاً حتى يقبل الدعاء بالاستغفار نعم يقبل سائر الأدعية نعم لكن المقيم على المعاصي الكلمة وبال عليه وليست نافعة لا يعني مدام مصر على بعض الكبار وأخطرها أكل الحقوق لأن نسأل الله السلامة يأكل الحقوق ويدعو لا يستجب له نعم رب أشعس آبر نعود الحديث مرة لا برأك أسف رب أشعس آبر ما أكله حراب وما شربه حراب وقد غزي بالحراب فإنه استجاب له ذلك نعم فالشاهد إن كان من أهل التحلي جزاه الله خيراً نحن نتبعه ماذا يستغفر حتى يزاد في درجات الإيمان أحسنتم أما لو كان من أهل التخلي والمقيمين والمصرين على بعض المعاصي قبل أن يتلفظ أستغفر الله يعقد النية على رد المظالم إلى أصحابهم أولاً أحسنت يا شيخ يعني هناك قول ينسب للحسن رحمه الله نعم قال أكثر من الاستغفار في بيوتكم نعم وعلى موائدكم نعم وفي طرقكم وأسواقكم وفي مجالسكم نعم أينما كنتم فإنكم لا تدرون نعم متى تنزل المغفرة صحيح بس آداب الدعاء أنا أنصح أي مساقف وأي متعلم أن يقرأ أي كتاب في باب الدعاء أي كتاب في باب الدعاء أحسنت دي أمور تفسير بالمأسور دي أمور تفسير بالمأسور من أهل التخلي قبل أن يكون أستغفر الله يرد الحقوق لأصحابه نعم وإلا أصبح الدعاء لا سمرة له نعم حتى لو استجيب له نص الله السلام يكون باب الاستدراك نعم لبوا دعوة عبدي في أني أكره أن أسمع صوت نعم لا حوله لأكوة نعم حتى لا يظن الناس أن يقترفوا ما يشاءون من كبائر ومعاصي وفي النهاية يقول كل يوم مئة مرة أستغفر الله العظيم وهو التواب الرحيم هذا الكلام حجة عليه نعم نحن لا نستطيع أن نضيق واسعا أن رحمة الله قريب يكون من المحسنين ولم يأكل قريب من المزنبي لعم من المحسنين لازم من التوبة أنتم يفترض أن شخصا آكلة كل من حوله والآن صادق في التوبة لكن أقول رد المظالمين يقول أنا فقط كل شيء المال الحرام كان أسل بيت تماما على حد تعبيره نقول لا أعقد النية لو تيصرت أمورك قبل الوفاء تعطي المظمومين حقوقه نحسنتم في الحالة هذه حينما يكون أستغفر الله تكون صارقة من القلب وتجد قبولك نعم والآية بعض الآية من صورة المائدة إنما يتقبل الله من المتقين ولم يأكل إنما يتقبل الله من المزنبيين أو المفلسين أحسنت إنما يتقبل الله من المتقين ومعرفة وحسن إخلاص الله لذلك الشيخنا سبت عن بعض السلف إنه كان يعلم أولاده نعم يا بني عود لسانك على ذكر الله واستغفار أصدر فإن لله ساعات نعم لا يرد فيها سائلا ده صحيح حتى السلس الأخير من الليل اللي يتنزل الله عز وجل تنزلا يليق بذاته هل من تاب هل من استغفر هل من استرحب هل من كذا هل من كذا حتى يطلع الفاك يفترض أنه كل اللي يسمه نبت من حرام إن استغفر السلس الأخير كله لا يقبل الاستغفار نعم لأنه لازم يعقد أنه على رد المظالم إن كان مستطيعا نعم أقول بقى للتائبين نعم وللعائدين إلى الله نعم أن الاستغفار له ثمرات نعم من ضمنه نعم يعني السعف الرزق نعم لقول الله تبارك وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا رزق نعم ويمددكم بأموال رزق وبنين رزق نعم ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا رزق أيضا أو أرزق كذلك قوة في البدم كما قال تعالى نعم ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه نعم يرسل السماء عليكم مدرارا نعم ويزدكم قوة إلى قوتكم إلى قوتكم نعم ده رزق أيضا أرزق كثيرة لا حصر لها بالاستغفار بالاستغفار لكن كن مبني على تقوى على توبة نعم يعني العبارة التي يعني أبكت الكثيرين حينما يهلك هالك أو يموتوا ميت لأن حضرتك عارف أنه فيه فرق بين ميت وميت نعم ميت يعني محكوم عليه بالموت حتى ولو كان الآن حيا يرزق نعم قال الله تعالى في سورة الزمر قبل وفاة الرسول بقرابة أحد عصر عاما نعم إنك ميت وإنه إنه ميت نعم في سورة الزمر مكي قال مهم حينما يموتوا ميت أو يهلك هالك ويأتي شخص درس علم المراس أو علم الفرائد وقال له توفي فلان وترك فلان وفلان 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 يقول أحد الجاهلين الجالسين هي البنات بتورس العبارة التقليدية سلم يا رب لكلها إجراء سلم يا رب دي جريمة إنسانية نعم شرعية نعم نعم احسنتم شيخنا الحبيب نعم يعني إن صحب بوصلت الوقت من تحت أقنائنا يزاكم الله خيرا على هذا اللقاء الطيب المبارك وأحبتي بذلك وصلنا إلى ختام هذا اللقاء الطيب المبارك دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة